دار يلتقي فيها روادها يجتمع فيها رجالات الكويت لتكون مقرا دائما لصاحبها وتحدد بيوم في الأسبوع أو كل يوم إنها الدوانية في الكويت إرث شعب وتاريخ وطن جعلت منها بصمة لعادات وتقاريد الشعب الكويتي منذ القدم دواوين في الكويت شيء نادر لا بالخليج ولا بالدول العربية ولا بالدول الأجنبية فدوا من الكويت الصراحة تاريخيا ما لها مثيل وهي مجتمع يجمع العائلة يجمع الأصدقاء فيها الأحاديث الاجتماعية وتبادل أخبار المجتمع يلتقي فيها أطياف المواطنين لتمتد من ماضي عريق إلى حاضر يسعى بالحفاظ على تاريخها مستقبلا الدوانية الكويتية هي جزء من هذا البلد منذ تأسيسه يعني تقليد الدوانية منذ بداية تأسيس الكويت من 350 سنة الدوانية بدأت واستمرت ولا زالت والحمد لله إن أجيال تورثونها والدوانية طبيعة خاصة من استقبال الضيوف وكرم صاحبها وتشهد في رمضان تزاحم فيما بينها للتهنئة بالشهر الفضيل والأعياد والمناسبات الدوانية الكويتية تنفرد فيه بس الكويت وهو من قديم الزمان لو تروحين أي منطقة أي دولة من الدول المجاورة أو غيرها ما تشوف فيها دوامين إلا بالكويت كان يجتمعون فيها بالماضي رجال الغوص ورجال التجارة والعالم كلها ويحلوا المشاكلهم فيما بينهم واستمرت على مر السنين ومستمرها لحد الآن وإن شاء الله على طول تستمر والدوانية عبارة عن غرفة مستطيلة منفصلة عن المنزل لها باب يطل على الفناء وباب آخر من الخارج يجلس صاحبها في الوسط وهو ما يعرف بصدر الديوان ليقف مرحبا بالضيوف حال قدمهم ويكون روادها يمينه ويساره هذه واحدة من الدوانيات التي يمتد تاريخها لأكثر من مئة عام الدوانية الكويتية علامة مميزة في تاريخ وتراث شعب الكويت منتدى ثقافي اجتماعي سياسي اقتصادي احمد المسعودي لتلفزيو المجلس